أستاذ يوسف صدرت لسبوع الحالي عدة بيانات مهمة وصدرت بالأمس أيضا بيانات عن مصرف الإمارات المركزي فما هو تقييمك لهذه البيانات وتأثيرها على قطاعات الأعمال في الدولة؟ حقيقة الأمر صدرت بيانات إيجابية جدا ومشجعة ومحافزة للمستثمرين عن مصرف الإمارات المركزي أهمها أن المصرف أعاد تقييم توقعاته بحيث رفع مستوى معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024 للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 5.7% مقارنة مع 7.7% كانت توقعات السابقة للمصرف هذا الزياد في التوقعات ناتجة عن توقع المصرف بأن القطاع النفطي في دولة الإمارات سينمو بحدود 8.1% بناء على الاتفاقيات الأخيرة التي شهدتها منظمة أوبيك بلاس التي سترتب عليها زيادة في إنتاج النفط في دولة الإمارات من 2.9 مليون برميل يوميا إلى 3.2 مليون برميل يوميا أي بواقع 300 ألف برميل يوميا إضافة إلى أن المصرف أيضا يتوقع استمرار نمو الناتج غير النفطي بنحو 4.7% نظرا لما يحققه القطاع الخاص من نشاط وصفه المصرف المركزي بأنه في أعلى مستوياته منذ عام 2019 يضاف إلى ذلك في البيانات الصادرة على المصرف المركزي أن المالية الحكومية عموما سجل الحساب المالي الموحد لدولة الإمارات فقط بحوالي 47 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ذلك نتيجة إيرادات بـ 247 مليار مقارنة مع مصاريف بحدود 200 مليار درهم